شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال الدورة الوزارية الواحدة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة بوفد ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب وتناقش الدورة الوزارية التي يشارك فيها عددا من وزراء الدول العربية والمسؤولين المعنيين بالإسكوا عددا من المحاور المتعلقة بالتحديات الإقليمية والدولية ونشاط اللجنة الوزارية وبرامجها المتصلة بقضايا الحوكمة وأثرها على التنمية المستدامة وأهمها الرؤية العربية للعام الفين وخمسة واربعين وفي افتتاح أعمال الجلسة أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى أهمية الرؤية العربية للعام الفين وخمسة واربعين لما تمثله من خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وإلى التحديات التي تواجهها المنطقة سياسيا واقتصاديا متطرقا إلى الأعمال التصعيدية للاحتلال الإسرائيلي على الفلسطين وما يقوم به من إبادة جماعية للأطفال والنساء والحاجة الماسة إلى وقف الحرب فيما أكدت كلمة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب بمجملها على أهمية هذه الرؤية العربية لخلق التكامل العربي والتعاون على المستوى الإقليمي في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ترجمة نانسي قنقر